مساء الفولولايف جديد على فالجول دوت كوم طبعا الايام اللي بتبقى مليانة احداث رياضية بالحجم ده دوري اسباني على دوري انجليزي على كرة مصرية بتبقى ايام حلوة لان احنا بنتهيقلي يعني بنبقى مستمتعين جدا ما بين المباريات اللي بكلتي عالي والمباريات اللي تخص الفرق اللي احنا بنشجعها فبالتالي اكيد النهاردة ليلة حلوة وصهرة حلوة بالنسبة للكورة القدم طبعا بالذات انا ريال مدريد كسب وراجل بشجع ريال مدريد وبالتالي فاخترنا ان انا اكون معاكم اخترت ان انا وانا كسبان كده ابقى في حموتها اكون معاكم النهاردة لايف بإذن الله على في الجول دوت كوم هو اللايب الاسبوعي بتاعنا ونتكلم في كل الاحداث اللي حصلين خناقة انتونيو كونتي وتوماس توخل نتكلم على اللي بيحصل في منشستر يونيتد والضحك الاسود اللي بقى موجود في النادي هنتكلم على برشلونة وقصة الروافع وقصة والنتيجة هل هي مقلقة ولا غير مقلقة حلوة مقلقة وهنتكلم عن اللي بيحصل في بي اس جي وهنتكلم قبل كل ده عن كاس مصر ومباراة الاهلي ومصر للمقاصة طبعا انقسمت القراء بعد المباراة ما بين الناس شايفة ان المهم في الكاس انك تكسب مش مهم الأداء وناس شايفة ان لو احنا بنلعب بوحش قدام مصر المقاصم ولهنلعب حلو قدام مين وريكاردو سوارش لازم يبتدي يتحاسب من دلوقتي انا هقول لكم نظرتي للأمور بالنسبة لريكاردو سوارش بناء على التجارب والخبرات اللي شفناها في حياتنا بتكرر كتير في الكرة المصرية من وجهة نظري ريكاردو سوارش وده يمكن العنوان الاول محتاج يوريني امارة الامارة دي او يوري الجمهور يعني مش يوريني انا طبعا يعني خلينا نقول ان العنوان الاول هو ان ريكاردو سوارش محتاج يوري جمهور الاهلي امارة علشان الجمهور يبتدي يثق فيه طبعا الجمهور بشكل طبيعي عشان ابقى مفسر الامور بيثق في المدرب اللي عارفه ايه مثلا لو على سبيل المثال كان منوال جوزيه هو اللي ريجع الاهلي بدل ريكاردو سوارش كان الجمهور مهما ساءت النتائج هيفضل واثق في الراجل وهادي الاعصاب في التعامل معها ومديله وقته ومديله اعذار بيقدمها له هو نفسه عشان هو واثق في الراجل ده ممكن يكون واثق في راجل سي في بتاعه حلو جدا لانه بيبقى مثلا مثلا لو الاهلي كان تعاقد مع ايرفي رينار مثلا طبعا بقول اي كلام مدرب منتخب السعودية لكن هو واحد من الاسماء المحبوبة جدا في كرة القادمة الافريقية وبالتالي لو الاهلي كان تعاقد مثلا مع الراجل ده كان هياخد زخم من اسمه ريني فايلر مثلا لو كان رجع الاهلي وقدم اداء مش جيد كانت الناس هتصبر عليه لكن مدير فني ما اعرفش عنه حاجة خالص فانا ببتدي بحزبه من حتة ان هو ملوش رصيد عندي فانا بستنى منه هو اللي يبني لي رصيده بنفسه وبالتالي كل مباراة هو بيخش فيها تحدي انه يبني رصيده لنفسه طبعا كان فيه ظروف استثنائية عدى بيها الراجل انه اول ما وصل حصلت الاصابات حصلت المشاكل حصلت حصل تدهور النقاط فحصل وقفة اللي هي اخدها مجلس ادارة الاهلي وقال له العب بالناشئين لما تدولوا السلاح بتاع الناشئين الناشئين ده سلاح سلاح ايه بيرسم الامل في ذهن الجمهور وبالتالي كل ما الجمهور بيشوف لعب صغير بيقدم اداء كويس هو بيستنى المستقبل يكون كويس بما ان انا شفت اللعب ده كويس وبيقدم نفسه باحسن شكل ممكن لكن في الحقيقة برضو اللعب الصغير مهما كان كويس هو انت لازم تحجم له وتقنن له الدقيق بتاعته في اللعب بحس ان هي تناسب امكانياته وخليني اضرب لكم مثلا بمدير فني برتغالي اخر موجود جنبه في الدولة المصر هو جوزالد وفرارة برغم ان يوسف اسامة النبيه اثبت نفسه في ماتشين 3 او 4 بس هو متحولش الاساسي مش لانه مش جاهز لان اللعب الناشئ ده عنده ميزة كبيرة واحدة وصفات تانية قليلة محتاج يشتغل عليها لانه لعب ناشئ لسه صغير لسه بيبتده فممكن تلاقي مثلا نيوسف اسامة نبيه قوي بدنيا وقوي في اندفاعاته البدنية والسبرينت الاولاني بيسموه بالانجليزي كويس لكن التعامل مع المسافات الدايئة اقل التعامل مع التمرير لزميله اقل الوعي التكتيكي اقل فجزوالدو فريرا لو سابه اساسي في ماتشين مدة 90 دقيقة هيبان العوار والنقطة الضعفة دي فيبضل حميب ومحافظ عليه حد ما يحس ان الخصم فتح مساحاته ويقوم منزله سواء مهاجم او وينج عشان المنافس مديله الحتة اللي هتريحه اللي هو المسافات والمساحات اللي يستغل فيها نقطة قوته لما اللاعب يسجل جون والثاني والثالث هيبتدي اوتوماتيك لبقية الحاجات دي تعلق وتترفع وبالتالي عشان كده متستغربش لما تلاقي ريكاردو سوارش مش بيتجي اللعيبة الصغيرة اللي انت بتايت تشوف فيهم الامل كل دقايق اللعب لانه قاري المشهد ده وبالتالي انا متفاهم فكرة الراجل في التعامل مع الشباب عكس الجمهور متفاهم فكرة الراجل في انه بيستخدم لويس ميكيسوني وبرسيتاو اكتر من الجمهور مستحمله لان الجمهور بيعملهم معاملة انتوا خلاص شلتوا في وجهة نظرنا لكن الراجل من وجهة نظره انا مشوفتش ميكيسوني مشوفتش بيرسيتاو لانه لما جيت كانوا مصابين هم اكتدوا دلوقتي انتوا بتقول عليهم دول الاجانب فاكيد المدرب اللي جابه ممكن عنده وجهة نظر ما ما تيجي نبديهم فرصة عشان نثبت اذا كانوا فعلا يستحقوا يكمله ولا يمشوا تحديدا كمان ان ده فلوس انت هتبيع اتنين لعيبة اجانب وهتشاري اتنين لعيبة اجانب فانت هتدفع فلوس كتير فانعايز اتأكد ان القرار ده سليم فانا فاهم كل الحاجات اللي بتؤدي الى تشكيل اللي بيلعب بيه ريكاردو سوارش للمباراة لكن اللي انا مش متفاهمه او اللي انا شايفه برضو ان انا متفاهم الظروف دي بس في نفس الوقت انا مش شايف لحد الوقتي امارة عشان اكون منصف طيب هل ان انا مش شايف امارة ده معناها ان الرجل وحش لا بس ده معناها انه هو لسه لحد الوقتي مداش للناس الامارة بمنتهى البساطة وانا عايز الجنغورة اسأله هل انتوا شفتوا لسه امارة من ريكاردو سوارش ولا لا لو كانت اجابتكم بلا فتمام احنا متفقين لو كانت اه فانا هتعلم منكم ايه اللي انتوا شايفينه مناسب وفي كل الاحوال احنا لسه احنا عمرنا ما نقدر نحكم على الرجل ده اللي يقدر يحكم عليه هو الزمن والزمن هو حاجة لازم المدرب ياخدها بس انت كإدارة نادي بيبقى نجاحك وفشلك على انك اديت الزمن ده المدرب يستحق ولا لا يستحق فهو ده بس بتبقى الفكرة كلها بتاعت اختيار المدير الفني فلحد الوقت يسوارش من وجهة نظري هو لسه مداش الامارة لكن الامارة ممكن تبان في انهاء الكاس الامارة ممكن تبان في مباريات في السوبر وان كنت انا كنت منتظر ان الامارة تبان في مطش مصر المقصة لان مطش مصر المقصة شبيه بمطش الاتحاد سكنداري مطش مع منافس هو قليل الحيلة وبالتالي يعني ايه قليل الحيلة يعني ما بيعرفش يتصنف ما عندوش لعيبة عندها حاجة وبالتالي هم مش المفترض يكونوا هيمثلوا عليها خطورة وبالتالي من السهل ان انا اريسك قدامهم اخاطر قدامهم كورت القدم ببساطة كورت القدم عبارة عن حاجتين الحاجة الاولانية ان عندك دايما زيادة عددية على المنافس بتاعك سواء في الحلة الهجومية او في الحلة الدفاعية الحاجة التانية انك تكون اسرع في تنفيذ الزيادة العددية دي بمعنى ان في الوقت اللي الكورة بتتلعب فيه ناحية اليمين الباكليفت مش واقف في مكانه هو بيجري عشان هو الزيادة العددية وهو اللي جاي من المنطقة اللي محدش شافها الفاكرين كابتن عبدالصلح اللي وحش الله يرحمه كان دايما بيقولك البلايند سايد الجزء غير المرقي وبالتالي اللعبة بتاعت الاهلي المفترض قدام مصر المقصة قدام للتحاد سكندري قدام الفرق اللي ما عندهاش حيلة لازم اشوف الرزق لازم اشوفهم بيزيدوا بعدد وبيزيدوا بسرعة بيزيدوا بناء على خطة ادهالهم المدرب المدرب قال لهم اول ما نبتدي الهجمة انا عندي ثقة في ثلاثة المدافعين انهم يقدروا يزيدوا بالكورة فانا عايز الظاهرين الجنب يبقوا بعد نص الملعب وبونى اللعب وبعد نص الملعب بحيث ان واحد فيهم يستلم الكورة او التاني يجري قطري فيحصل زي ماريش جيمس السجل في توتنام يحصل زي ما كارين فؤاد عمل اسيست في مباراة للتحاد سكندري يحصل الاستخدام بتاعت 3-4-3 ده انا ما شفتوش ما شفتوش في ماتش المصري وافترضت جدلا ان الراجل كان بيحمي لعابته ومش عايز النتائج تهتاز قدامه نافس اقوى من الاتحاد سكندري لكن استغربته قدام مصر المقصه يمكن حد يقول الماتشاط بتاعت الكقوس مختلفة عن ماتشاط الدوري لان ماتشاط الكقوس فيها خطر ان انت خايف تخرج بس ده حقيقي ممكن يكون حقيقي ممكن يكون هو المبرر اللي خلى سوارش مايرسكش بيلعبته في التحركات بتاعتهم من بدري بس في نفس الوقت بمتاح الامانة يعني انت ما عندكش رفاهية الوقت انت كمدير فني ما عندكش رفاهية الوقت الا لو انت ضمن مكانك من مجلس الادارة بغض النظر عن النتائج بس خلينا نقول ان الايمان بيك من الجمهور مهم زي ما ايمان المجلس الادارة بيك كمدرب بمعنى ان لو على سبيل المثال خسر ريكاردو سوارش الكاس انا اعتقد ان هو هياخد خبطة في سيقة الجمهور فيه وبالتالي عارف انت هو المدرب رصيد فالرصيد ده لو فضل ينزل 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 ووصل لدرجة معينة هتبتدي انت تقفله على الوحدة وبالتالي مش هيتبقى دي بيئة صالحة للعمل فده مشكلة بتبقى يا اما مجلس الادارة يكون صريح جدا في حتة النتائج مهما حصلت مش هتحكم على الرجل ده طبعا مفيش ادارة تقدر تقول كده في الاهلي برضو بسهولة لان جمهور الاهلي هو جمهور عائز دايما المنافسة على الالقاب وفعليا هو الاهلي اي مدير فني فيه بيجي بيتحاسب على الالقاب من اول لحظة وبالتالي انا متفاهم جدا ده صعب بيحصل فانا حطت نفسي في مكان مجلس الادارة وحطت نفسي في مكان ريكاردو سوارش الأمور صعبة بس لو حطيت نفسي في مكان الجمهور فانا مستني اداء افضل بكتير من لعبة الاهلي بغض النظر عن الظروف ده رؤيتي العامة لان انا مش قادر اقول تفاصيل معينة عن المباراة علمت معي اكتر من ان الاهلي مكانش اخد رزق في بناء اللعب يخلي المباراة اسهل يخلي سرعة الهجمة اعلى من اراية دفاع مصر مقصر للهجمة بالذات ان الاهلي عانى من البطء زي ما بالضبط عانى من البطء قدام مصر المقصر في الدوري فالمباراة بتوع الدوري والكاس خلوني حتى مش قادر اقول انه عشان المطش الكاس فيه خطورة بس الحاجة الوحيدة اللي ممكن زي ما قولنا نفكر فيها سوا ان يمكن يكون سوارش زي ما حاب يخمي فرقته من انه ياخد خطة في مطش المصري وما يكسبش فهو بيخمي فرقته في مطش الكاس بانه ما يغمرش عشان ما يخرجش وان كان بالنسبالي هو كده بصص على النتائج بس فيه انبار تاني بيتميلي وبيفضح وعلاقته بالجمهور ورصيده مع الجمهور انا اتمنى انه يركز عليه لان ده جزء كبير وعمود فقري اساسي من العمل اه.. والنجاح بمعنى قبلقة ده كان الكلام بتاعي عن الاهلي هنبوص على رسيلكم سوى كده اه عن الاهلي يعني وان كان في حاجة عن الاهلي هنقراها ان ما كانش في حاجة فساعتها سننطلب للحديث عن الكرة الأوروبية التي رجعت تمتعنا تاني وتفرجنا على أحسن ملاعب وأحسن تصوير وأحسن أجواء وأحسن كل حد محمد سلم العربوي ممكن تقول لنا على صفقات الأهلي والزمالك الحقيقة أحسن سمعنا أن كل فريق جاي بخمسين لعب والله أنا أشك في أن أي فرقة أصلا تقدر تجيب خمسين لعب لأن هذا الزمن ده اختلف أولا اللعب كويس غالبا هتلاقيه في المركز الثالث أو الرابع وراك والمركز الثالث والرابع أغنية سواء بيرامدز أو فيوتشر الفرقتين أغنية جدا وبالتالي أنت صعب تطلع لعب منهم بسهولة لفرقتك وبالتالي أنا مش متخيل أنك هتقدر تدفع 58 صفقة الحاجة الثانية أن الأهلي والزمالك اللي اتنين عملين يرموا لعيبة ناشئين في المباريات وبالتالي أنا برضو عايز مثلا أحكم وزياد طارق ممكن يبقى أساسي للأهلي السنة الجاية ولا لسه بدري عليه فعلى حسب عدد المباريات الجاية اللي هيخدها زياد هتساعدني في أن أنا أحكم على أن الأهلي محتاج ما يمكن الأهلي يحط الفلوس دي ووظفها في حتة تانية لو زياد طارق خلاص بقى أساسي وبقى قادر أنه يملأ مكانه في المكانة دي فخلينا أقوى أحمد غريب نفس الموضوع فخلينا نصبر وأشرف نفس القصة لأن أشرف مثلا ممكن يخليك تقول لنفسك قاد أنا كده عندي علي معلول وعندي أيمن أشرف وعندي كريم فؤاد وعندي محمد أشرف وبالتالي أنا مش محتاجة أجيب باكليفت بعد ما كانت أولوياتك باكليفت بسبب أن محمود وحيد مش متقلق فعلى حسب نجاح الناشئين في الأهلي أو زمالك أقدر أقول لك الصفقات وبالتالي مش في الوقت الحالي المان يونيتد ماشي هنتكلم في الحاجات دي ليبر بول ماشي هلا مدريد ماشي هنتكلم عن الكلام واضح أن احنا هنتكلم عن أوروبا كده جماعة واضح أن احنا كده هنخش نتكلم عن أوروبا منشستر يونيتد أنا طبعا مستق من إدارة منشستر يونيتد لأن إدارة منشستر يونيتد تكرر الأخطاء وتنصجر النتائجا أفضل ودي أسوأ حاجة في الكورة رالف رانجنيك في آخر أيامه منجحش هو كمدير فني مع منشستر يونيتد بس الراجل كان المفترض أنه جاي فترة انتقالية وبعد كده هيكون المدير الرياضي للنادي بصفته مدير رياضي أو بصفته كمستشار وبالتالي الراجل كان حكمه على الأمور أن النادي محتاج يغير عشر لعيبة في القيمة بتاعته انتظرت أن أول ما الموسم ينتهي يكون التعاون المثمر ما بين رالف رانجنيك والإدارة تحول إلى تعاون مثمر بين الإدارة وتنهج بناء على رؤية رالف رانجنيك السابقة وتنهج يعدل فيها زي ما هو شايف وأشوف عشر لعيبة ماشية وعشر لعيبة جاية وعشر لعيبة جاية أبتدي أشوف بقى السكوتينج اللي هو الكشف شافة دورهم يبقى عامل إزاي زي كده روبرتسون من ليبربول زي كده أرنولد اللي طالع من الناشئين تاعت ليبربول رؤية كده تبين لي أن الفريق أول ماتش هشوفه لي في الدوري في أربع صفقات تقيلة كويسة مفيدة للنادي وفيه اتنين ناشئين موجودين في القوام واحد منهم أساسي على سبيل المثال وبالتالي أنا بتريدت أحس أن مانشستر شكله متغير لقيت إيه بقى؟ لقيتهم بيشوفوا إذا كان مارسيا المناسب يكمل الموسم ولا لا وهو مكسر الدنيا لقيتهم بيقولوا ده فريدو مكتومناي والله بيلعبوا كرة حلوة مع الراجل لقيتهم بيقولوا ده هري ماجواير مظلوم وهيقدر يلعب كرة كويسة هجماعة انتو كده بتعيدوا ولوكشو نفس القصة ولوكشو ده خاسس والله هجماعة انتو كده بتعيدوا نفس الاربع نوقت اللي كنتو بتقولهم لسودشاير وبتقولهم لمورينيو وبتقولهم مع رالف رانجنيك ما انتو عارفين الاجابات دي ما انتو سمعتوها ما انتو جربتو انتو جربتو كل الألعاب العيب مش بس في المدرب العيب في المنظومة اللي اللي اختارت المدرب وسواحته قعدت معاه على التراويزة عايزين صفقات يلا وبعد كده ما فيش تغيير يطلع الراجل يقول في الميديا اه احنا محتاجين لعيب عندها كواليتي طيب فين السكاوتينج ما انت لو انت عايز لعيب عندها كواليتي بالمعنى اللي هو بتاعه روحت لي احسن لعيب وسط في العالم روحت لي لوكا مودريتش من ريال مادريد روحت لي توني كروس روحت لي كيمش من باير ميونيخ روحت لي بقى لعيبة هي كده كده منفجرة ما انت متقدارش انقلنية مش عايزة تبيع العالم اختلف يونايتلد لم يدرك ان العالم اختلف لحد الوقتي العالم ما بقاش ماشي بالسياسة دي العالم بقى ماشي بالسياسة تانية كانسلو في يوفينتوس ما كانش كانسلو بتاع منشستر سيتي عارفين ليه؟ لان اللاعب في يوفينتوس المطلوب منه ان يلعب على الخط وكانسلو ما كانش احسن اسرع لاعب وبالتالي هو لو وحده كده تشوفه متحسش ان ده هيلعب على خط كويس وما بيدفعش كويس قوي لكن هو كان بيتصرف بالكورة في المناطق الدايئة بشكل ممتاز فعين بيت جوارديولا قالت لهم تعالوا هتقولي ده انا عايز واحد بيلعب باكليفت بس بيخش القلب فبالتالي انا عايز واحد هي الميزة الاساسية في ان يكون بيتصرف كويس في الكورة فبالتالي اللي ما ينجحش برا نجح عنده وبقى احسن باكليفت في العالم من وجهة نظر الناس فبالتالي رؤية المدرب والسياسته مهمة والعين بقى مهم انها تلقط الاندية التانية فعشان كده افترضت ان يونايتد مش هيقول رابيو مش هيقول ايكاردي هيقول لعيبة انا مش عارفها بس هيزبت وجهة نظر الكشفين فيها الكشفين اللي شغالين باتفاق مع ايرك تنهج لكن اللي بيحصل ده هو نفس العبث اللي خلق صفقة ديفيد مويس الوحيدة برام في الايني خدتوا بالكم ان يونايتد مخسرش لانه مثلا مش عشان ما بيعرفش يروح على الجول وراح على الجول كتير بس انت خدت بالك ان كل الاجوال اللي دخلة في يونايتد واغلبها يعني جاية من بونا لعب لان العالم كله عارف ان هاري ماجواير وديفيد دخية ما بيعرفش يلعب برجله ديفيد دخية ما بيعرفش يلعب برجله واحد من احسن حراس العالم اشميه باتنين مدفعين يعرفوا يلعبوا برجلهم ووقف لهم ثالث ارتكاث بيعرفوا يلعب برجله او باك يمين او باك الشمال يضم يبقى ثالث فبالتالي يبقى الفرقة محمية ثلاثة بيعرفوا يطلعوا بكورة انه انت بتلعب باثنين مدفعين منهم هاري ماجواير ومنهم اي ان كان هو مين فران لساندرو اي ان كان هو مين انت بتلعب باثنين قلبين دفاع على شمالهم لوكشون ومعرفش يلعب بالكورة على يمينهم بيجوا دلو بيطير ومش من النوع اللي بيقف يبني اللعب ووراهم جول كيبر مبعرفش يبني الكورة فمنتهى البساطة بيقوموا ضغطين على الرجل ده اللي هو لساندرو موقفين قدامه وسيبين اللي اتنين دول يتصرفوا ديفيد دخيئة و هاري ماجواير يتفرج على المتشطة تحت يونايت التانية تجد هاري ماجواير يتساب يزيد بالكورة لانه معرفين انه هيغرق الفرق كلها فهمة ما بقى اشرفة هي العلم كله بيبني باثنين مدفعين بيعرفوا يلعبوا برجلهم والتالت بتاعهم جول كيبر بيعرف يلعب برجله تخيل انت عندك اتنين من الثلاثة مضربين بالنار فالنتيجة ان ايريك تنهاج مالك البلدوب مدرب ايكس اللي مبني افكاره كلها على بناء اللعب قرر في الشوط التاني من الماتشين اللي فات يلعب كور طويلة طب هده نفس العمل مورينيو ضحب افكاره علشان خاطر يلعب بقى بدفع متأخر طب انا يونيت اللي لازم اتغط عالي باش ان لو ضغطت عالي الاتنين مدفعين بطاقة هيسوحونا يلعب بقى بدفع متأخر يلعب بقى بدفع متأخر لما انت كده بتلعب على حسب القماشة والقماشة عاملة لك اعاقة كبيرة عن انك تحقق طموح الجمهور ما انت شايف ده بقى لك سنين بصراحة اللي بيحصل في يونيتد صعب ومش مبشر وانا من اكتر الناس اللي بحب بدي المدرب وقته وانا مش بحكم على ايريك تنهاج بس العوار من المواسم اللي فاتت باين لدرجة فاضحة فمش قادر اقول لنفسي هو هيعلم هاري ماجواير بونا اللعب وهيخسس لوكشو وهيخلي مارسيال هده في الدولة الانجليزية لان شفت التحدي ده بيفشل مع كل المدربين اللي منهم ناجح زي لويي فانجالو ومنهم ناجح زي جوزي مورينيو ومنهم ابن النادي زي سولشاير ومنهم مدير الرياضي صاحب العقلية المختلفة زي رالف رانج ناك ده رؤيته لماتش مانشستر يونايتد وحال مانشستر يونايتد ننتقل الى طبعا هناك اشادة جماعية بارسنال ليبربول لان ارسنال هو عبارة عكس كل اللي احنا قلنا عن يونايتد اخيرا ارسنال ماشي في نفس الديركشن ونفس الطريق اللي بيمشي على الانداج الكبرى مدير فاني جايد واثق فيه هدي لهوقت وهنا اخد الديركشن مع بعض لعيبة الصغيرة في السن وقد كان الصبر هنا على المدرب ده لما خسر كل ماتشاطه في اول موسم اللي فات كان صبر في محله لان المدرب مع ادوات الادوات محتاجة وقتها وانا وثق في المدرب وثق في انه هيستغل الوقت ده صح انما الفرق ان اركتان هاج معوش ادواته مع وقت بس معوش ادواته هيعمل ايه بقى في الوقت طبعا سيتي مش محتاج اشكر في البيتجوارديولا لكن سيتي عنده تحدي كبير اوي السنادي ان كيفين دي بروينا و ايرلينج هالند ما يتصابوش الاثنين دول من اللعيبة اللي بيتصابوا لفترات طويلة في المواسم كان ايرلينج هالند في بروسي دورتمون بيغيب كتير للاصابة وكيفين دي بروينا نفس الموضوع لو الاثنين دول مش متصابوش ولعبوا الموسم كاملا اعتقد ان مانشستر سيتي يعني هيبقى زي القطار الذي لا يتوقف بالذات كمان في الفودن ابتدى يلاقي نفسه في الوينجليفت وهو وانا دي كانت واحدة من الاسئلة هتعمل ايه بعد ما في الفودن ساب مكانه في قلب الهجوم هل هيقدر ينجح كوينجليفت او لا بس حد الوقتي الخطة بتاعت بيب جورديولا نجحة بشكل اكتر من ممتاز كالعادة والفرقة ماشية زي القطار بسبب كمان اللعب اللي اصبح مباشر اكتر بسبب ان كيفين دي بروينا اقرب لمنطقة الجزاء ويرلينج هلند داخل منطقة جزاء قوة بشرية غير طبعية ننتقل الى تشيلسي وتوتنم تشيلسي وتوتنم للأسف برغم ان الماتش كان حلو قوي بس انتهى بالحاجة اللي كانت لازالت مشكلة عند تشيلسي من الموسم الماضي ولازالت مشكلة عند توتنم من الموسم الماضي ان تشيلسي عنده عدد من اللعيبة في المقاعد الامامية هابرتز ورحيم ستيرلينج في الوقت الحالي وميسن مونت هم لعيبة جيدين صراع خفاف مميزين يضغطوا حلو بيعملوا ديناميكية لعب حلوة بس التلاتة دول ممكن تروح على الجول بعشر فرص يضيعوا العشرة او يسجلوا العشرة وبما فيهم بوليسيتش فهذه الازمة الوحيدة في الموضوع ان العشر فرص اللي بيجولك انت مش ضرور من انهم هيخشوا الجول عشان كده كان في محاولة مع روميلو لوكاكو انه يكون الراجل اللي بيجي فوق 25 جول وما ينجحش بس لسه الفرقة محتاجة اللعب اللي يجيب الفوق 25 جول سواء كريستيانو رونالدو طبعا هيبقى اعتقد ان المكان المثالي لكريستيانو رونالدو هو تشيلسي لانه مكان يتحمل وجود نجم لا يدافع كثيرا ولا يضغط كثيرا ونجم يكون عنده انانية على المرمى وفي نفس الوقت بالنظر لرواتب الفريق فهم عندوش السوبر سار اللي ياخد المكانة بتاعت كريستيانو فعادي ممكن يضم كريستيانو وبالتالي اعتقد ان كريستيانو رونالدو ملائم ان لم يكن كريستيانو رونالدو او كان الرغبة في الضغط اساسية عن توماس توخل فاوباما يانج هو الخيار الثاني بس هو لازم يروحوا الواحد من الاثنين دول لازم العشر قراص ما يبقاش عشوائيا ممكن العشرة يجو او العشرة يضيعوا لازم واحد على الاقل يضمن لي حد ادنى للنجاح 20 جول في الموسم جايين من راجل واحد زي كل فرق اللي حواليه في الدور الانجليزي وبالتالي فالفرصة تحت رحيم ستيرلينج النهاردة كانت هي الحاجة المعيقة لان كوكوريلا ممتاز كوكوريا واحد من افضل لعيبة لشوتهم في الفترة الاخيرة لمركز الوينجليفت ومش عارف ليه سيتي ما اشتراهوش وريس جيمس صبعا دخل يعني خرفي خطير يا جماعة قوة بدنية خطيرة في الوينج رايت فالفرقة والدفاع نقصه فوفانا عشان يكون مكتمل ففوفانا وكريستيانو أو أوباما يانج ربما كمان لعب وسط لان عندهم مشكلة كبيرة جدا في انجورجينو خلاص في الغروب ونجولو وكانتي اصابته كتير فبالتالي محتاج فرينك ديونج لو عرفت تخطفه من منشستر يونايتد واعتقد ان هو بعد ما شاهد منشستر يونايتد يخاف يروح فده في ما يخص تشيلسي في ما يخص توتنم بعد ما اتأخروا 2 واحد بدأت اتفرج على الفرقة من اهم نقطة عيب فيها قبل ما كنت يجي قبل كل من قبل مورينيوميي الفرقة بتستسلم طبعا ممكن حد يقولي بس ده خلص 2 اتنين هقوله اه بس اللعب ما كانش فيه روح من بعد الاتنين واحد تحس ان فرقة خسرت تحس ان فرقة ابتدت تستسلم للتقليدية في اللعب النمطية في اللعب الكرة العرضة وتعالي نحاول نلعب كرة عرضية يمكن نوصل او ناخد ضربة ثابتة ونسجل منها جول صحيح الجول جي من ضربة ثابتة بس انا ما شفت الشراسة اللي انا كنت متخيل انها تبقى مع كونتي لما استقبله الجول التاني اللي هو قاتل للطموح واخد بالك توتنام طول عمره فرقة عظيمة لحد ما يوصل للنقطة القاتلة للطموح او الواصلة للطموح النقطة بتاعت النهائي الماتش النهائي اللحظة الختمية اللحظة اللي انت محتاج فيها شخصية البطل تظهر هنا بتبقى دايما مشكلة توتنام فاعتقد ان لسه هيحتاج يشتغل عليها انتونيو كونتي بزرع العلبة الاكتر اللي اشتراهم كتير في المكان ده اخيرا تعالوا نتكلم عن الدور الاسباني تعالوا نتكلم عن برشلونة انا تفرجت على برشلونة ممتع في مرحلة من المباراة وبرشلونة تاقه في مرحلة اخرى وبالتالي مش هقول لكم معرفش احكم على الفرقة لا اقدر حكم ببساطة ان الصفقات اللي جات هي صفقات ممتازة صفقات مفيدة صفقات هتخلي برشلونة يكسب كتير ومعظم المباراة عنديش قلق من ده انا قلقي من ان الناس دفعت فلوس كتير قوي في الجزء الامامي لسه لم ينظم وبالتالي بما انه لم ينظم فالعلاقة ما بين السلاسي الامامي كانت سيئة واستخدام فرينكيسي لسه مش اقوى حاجة لانه لسه من سجمش فرينكي ديونج مهم جدا للفرقة طالما برناردو سيلفا لم يصل بعد لكن فرينكي ديونج غايب عن المشهد لانه احتمال كبير يمشي وبالتالي المشهد لسه ملغبط في ايد شاوي فهيدي الازمة دلوقتي عند شاوي نفسه يستخدم فرينكي ديونج عشان يحميله البونا اللعب ياخده كورا ويزيد هو بيها لان بونا اللعب محتاج مدافعين بيلعبه كورا كويس وبارشلونة اخدوا بالكم من حاجة الازمة الرئيسية عند بارشلونة انه مش بس كان محتاج انه يعيد بونا الفريق هي الازمة الرئيسية عند بارشلونة انه معندوش عمود فقري ما كانش فيه راس حربه بوسكتس في اوه احواله جارد بيكفي احوه احوه احواله ترش تيجي المهتزة العمود الفقر اللي بيتبني عليه الفرقه كان فيه مشكله فانت روحت جبت روبرت ليفندوفسكي جبت مدافعين ما بيبنوش اللعب ايريج جارسيا لسه محتاج كوندي واللي بيعمل اتزان في الملعب هو ظاهرين الجنب وقدرتهم على الوصول والرجوع للمناطق بتاعتهم جوردي ألباس ريجيو بوسكتس او اه اراوخو مش جول بتوع برشلونة وبالتالي انت صرفت كتير بس هو الفرقه كانت مشكلتها اكبر من كده واعمق من كده مشكلتها كانت في العمود الفقري وظاهرين الجنب وقالبين الدفاع وخروجهم بالكوره تقدر تحل حاجه بحاجه يعني لو فرينكي ديونج قعد هيلعب مكان بوسكتس وهو اللي هيطلعك بالكوره فهيحميلك الاتنين قالبين الدفاع فتمام يحميلك قالبين الدفاع لدرجة ان انا متخيل المفترض اراوخو اريك جارسية اراوخو كريستنسون وكوندي باك يمين فكوندي يحاول يحل لك المشكلة الباك اليمين وماركوس ألونسو يحل لك المشكلة الباك الشمال فلسه الحتة دي هي اللي محتاجة حل من تشاوي لان الفرقة بمنطقة البساطة في الشرط الاول كانت تضغط لان الناس عارفة كويس ان قالبين الدفاع مش عارفوا ابنه وكانوا الظاهرين الجنب لما بيزيدوا ما بيرجعوش او لما بيوقفوا ما بيزيدوش فكان مفيش توازن في الهجمات مع المجموعة الكبيرة الامامية اللي لسه من سجمتش فعجز الفريق عن التسجيل لكن لم يعجز عن الوصول لكن كان مهدد بشكل كبير وبالتالي كل الكلام ده سببه ايه؟ سبب الحاجات اللي انا شرحتها اخيرا ريال مدريد عكس برشلونة تماما عنده عمود فقري ممتاز لكن الرشاقة بتاعت القوام بتيجي من السفقات الجديدة مجاتش وبالتالي الفريق تحسه عجوز كتير في الملعب ودي واحدة من مشاكل قوام ريال مدريد الحاجة التانيا لسه روليجا طبعا ما نسجمش مع الدفاع فبالتالي كان بطل من ابطال الاخطاء النهاردة لكن العجز مش العجز العجز اللي كان باين على الفريق في انه يلعب وحدة واحدة بتبقى قادرة على قتل المباراة سريعا هو اللي خلى ريال مدريد زي الموسم اللي فات المطش بيروح ويجي منه كتير اه عنده القدرة على التسجيل اه عنده اسلحة متنوعة لكن المطش بيروح ويجي من ريال مدريد كتير ودي حاجة لازم ريال مدريد يفهم وجمهور ريال مدريد يفهم انه هيعاني منها بما ان الادارة اختارت الا تتعاقد مع احد بما ان الموسم الماضي كان ناجحا وبالتالي مش هنجيب العيبة دلوقتي وممكن نوقف على فلوسنا الكاش شوية ونضمانها علشان خاطر نفضل ماشيين في طريق ان احنا نكون واحد من اغنى اندية العالم برغم ان احنا ننافس دول دول زي اندية بي اس جي واندية سيتي لكن بي اس جي تحديدا هو اللي هتكلم عنه واختم بي اللايف بتاعنا النهاردة ان بي اس جي مع كل اللي بيعمله ده مع كل الصرف اللي بيتصرف مع وجود المدير رياضي محتاج مدرب نجوميته لا تقل عن نجومية من يتواجدون داخل الملعب او محتاج ان النجوم اللي داخل الملعب يفهمون ان هم لعيبة كرة مش نجوم انت نجم لانك بتتقلق مش نجم احنا جايبينك تبقى انفلوينسر جوه كورة القدم جوه الملعب انت مش انفلوينسر انت لعب كرة فاللقطة بتاع الكائلة نمبابي الزعل فيها انو حشب اصالوا في عصاب الهجمة فكرة ان ميسي مبلعبش ضربات الجزاء فوجود مبابيو نيمار كلها علامات مقلقة لا ايا من يحب ويفضل بي اس جي لان بي اس جي عمره من مشكلته كانت في القيمة والقوام طول عمره مشكلته في التصرفات شوفكوا على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي صبحوا على خير